لقطات مختلفة من البيت الأبيض إلى الكنائس إلى إسرائيل إلى أمريكا اللاتينية إلى أفريقيا السمراء وإلى الهند وإلى 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 ذكر إمام زماننا في كل الأسقاح متى القدوم يا بقية الله الجميع الجميع يريدون قدومك إلا إلا الذين في النجف مراجع النجف وكربلاء سيقولون لك ارجع من حيث جئت لا نريدك الجميع يريدون قدومك إلا هؤلاء أحاديث أهل البيت هي التي حدثتنا إلى النجف إلى النجف ولا بد أن تعلموا من أن النجف نجفان هناك النجف الأشرف نجف علي ورمزه في أرض الغري الحضرة العلوية وهناك النجف الأخبار النجف الأقدار إنها حوزة حوزة الطوسي ورمزها في أرض الغري مسجد الطوسي إنه بيته كان بيتا له وأوصى أن يكون مسجدا من بعده بعد أن يدفن فيه ودفن في هذا المكان مسجد الطوسي مركز حوزة النجف هذا هو النجف الأخبار النجف الأشرف الحضرة العلوية هذا رمزها والنجف الأخبار النجف الأقدار مسجد الطوسي حوزة الطوسي بضلالها وسفاهتها ماذا يقول النجف الأخبار النجف الأخبار هكذا يقول يحدثنا ناطقه الرسمي رجاء اعرضوا لنا الوثيق رقم سبعين من الحلقة مية وخمسة وثلاثين من برنامج الكتاب الناطق الوائلي يخبرنا ويحدثنا عن نجاسة دم الحسين حتى بعد استشهاده هذا هو النجف الأخبار النجف الأقدار من هنا يرتفع هذا الصوت القذر صوت الوائلي من النجف الأخبار وليس من النجف الأشرف رجاء اعرضوا لنا هذه الوثيقة الآن الحسين انقتل الى 1340 سنة تقريبا زين هذه 1340 سنة شكذر جاي نقولون الشيعة ترى بيصلون عليها ما تقول لي دم الحسين شنو هو المحيط الأطلسي يعني هل قد ما يخلص ما تفهمني انتو هالعقلية هالذهنية يعني واحد يتكلم من يحتي بإذنه ويحتي بعقله ما غريب والله غريب ثم بعدين هذه كتبنا بين أيديكم كلها تقول بحرمة الدم ان الدم نجش زين ما ممكن واحد عند شيء يلطخ بدم ويسجد عليه زين قدتوا لما تجون تقولون ان هذا لي انبيها لا ما عندنا الشكل لي انبيها دم الحسين اطلاقا ما يمهل معنا هذا هو منطق النجف الأخبار ومن دم الحسين النجس حتى بعد استشهاده الى امامنا السجاد حيث يكون ملطخا بغائطه ويدخلون عليه يحملون الطشوتة كي ينظف الامام من غائطه الذي قد تلطخ به اكاذيبه وافتراءاته النجف الاخبار انه الوائلي رجاء اعرض لنا اكاذيبه وافتراءاته على امامنا السجاد والشيء الوحيد اللي كان الامام يتمنى ان يحصل عليها وما حصل عليها ان يجاهد بين يدي ابيه ولكن حال المرض بينه وبين ذلك وكان مرض شديد كان الامام مبطون مبطون نعم ما يكاد يرفع رأسه كان يقول امام الباقر انا طفل صغير كأن الصورة بعيوني كنت ارى ابي يدخل عليه الغلمان يحملون الطشوت لتنظيفه ما يقوي شيء الرأسه وحاول ان ينهض يقاتل مع تلك الحالة منعه الحسين جذبه من ردائه قال وخيه زينب يحبشيه لان لا تبقى الارض خالية من نشل اهل محمد وحق رأس الحسين بن علي هذا الكلام لا وجود له لا في كتب الشيعة ولا في كتب السنة يكذب على الامام الباقر وهو يقول كان يقول الامام الباقر انا طفل صغير كأن الصورة بعيوني كنت ارى ابي يدخل عليه الغلمان يحملون الطشوت لتنظيفه لتنظيفه من غائطه لانه وصفه بانه مبطون من انه مصاب بمرض الاسهال هذا هو منطق النجف الاغبار انتم شاهدتم الفيديو من نيجيريا ذر التراب في احذية هؤلاء الصبية والفتيات التي كنا يقفنا الى جانبهم ذر التراب في احذية هؤلاء اطهروا من هؤلاء السفلة من سفلة النجف وكربلاء ومن امام السجاد كما يصفه هذا الاخرق من انهم كانوا ينظفونه من غائطه الذي تلطخ به فمن الذي كان ينظف الامام السجاد بعد ذلك حينما كبل بالسلاسل والاغلال حين اخذه اسيرا الى ارض الشام يا ايها الكذابون السفلة يا اصحاب العمائم في النجف وكربلاء يا ايها الساقطون نذهب الى الوثيقة رقم واحد وخمسين من الحلقة مية واربعة وثلاثين من برنامج الكتاب الناطق وماذا يقول وائلي النجف مفخرة النجف الأخبر وليس الأشرف وهو يصف عقل امام زماننا من انه عقل عجوز مخرف يستهزئ بتفسير امام زماننا لما جاء في الكتاب الكريم كاف ها يا عين صاد من النكاف كربلاء وها هلاك العترة ومن ان يا يزيد ظالم الحسين ومن ان عين عطش الحسين ومن ان صاد صبر الحسين يستهزئ بتفسير صاحب الزمان هذا ويقول هذا تفسير عجوز مخرفة رجاء اعرض لنا الوثيقة اتشقدت لقالك فالمفشر يجي يقول لك كاف هاي عنصاد الكاف كربلاء والهاء هلاك العترة والعين ما اجل شنو ويقوم يسطر لكم الحكي الماجي هاللون من التفسير لا يقبل بحال من الاحوال انا لا اريد ان اعلق على ما يتحدث به هذا الضال المضل لكن اعيد بث الوثيقة عليكم مرة اخرى اتشقدت لقالك فالمفشر يجي يقول لك كاف هاي عنصاد الكاف كربلاء والهاء هلاك العترة والعين ما اجل شنو وبهم يسطر لكم الحكي الماجي ما هاي تفاسير وعيدة عن روح القرآن القرآن العطاء الضخم ما يجي بهالمحاولات هذه الماجي هاي البسيطة هاي عقلية وحدة عندها مغزل عجوز مخرفة كلام ما يقبل بحال من الاحوال ابدا هاللون من التفشير لا يقبل بحال من الاحوال اذهب بكم الى الوثيقة رقم خمسين من الحلقة مية واربعة وثلاثين من برنامج الكتاب والناطق الوائلي نفسه ماذا يقول لا يصور البعض من عندنا ان احنا نقعد ننتظر اكو واحد اسم مهدي اكو واحد اسم مهدي يجي حل مشاكلنا ابدا اذا ما هو المهدي مجرد فكرة ايجابيات اكثر من سلبياتها يعني عبارة عن رفع مبدأ او عبارة عن رفع مثل اعلى للعدالة ليس الا انه فكرة مجرد فكرة رجاء اعرض لنا هذه الوثيقة اما متى يظهر كيف الى الان متى توفي وكيف وترى انا معالج المسألة بالكتاب وهو يتشيوع معالج معالج كاملة ذاك ايجابيات وسلبيات تفصيلا يعني ليس صور البعض من عندنا ان احنا نبعد ننتظر افواحد اسمه مهدي يجي حلم شاكلنا اللي يعتقد في اعتقاد شخيف ما اعتقاد اخواطن اسلام لا اريد ان اعلق ايضا ولكنني سأعيد بث الوثيقة بين ايديكم وقارنوا بين منطق اعداء الامام وكيف يتحدثون عنه وبين منطق هؤلاء هؤلاء اعداء من اعداء الامام ولذا فان امامنا الصادقة هكذا وصف اكثر مراجع التقليد عند الشيعة من انهم اضروا على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي واصحابه هؤلاء هم رجاء اعيدوا بث الوثيقة اما متى يظهر وكيف الى الان ما في توصيل وكيف وترى انا معالج المسألة بالكتاب وهو يتشيوع معالجها معالجة تان ذاكي ايجابيات ها وسلبيات ها تفصيلا يعني ليش نور البعض من عندنا انا احنا نبعد ننتظر اكو واحد اسمه مهدي يجيح المشاكل اللي اعتقده في اعتقاد شخيف ما عدنا يجيح اعتقاد اخلاقا اسلام ما يمنعنا فكرة المهدي ما تمنعنا نصوي مصنع ولا تمنعنا نامر بالمعروفون انهع المنكة ولا تمنعنا نجاهد دون اوطاننا ولا تمنعنا نقتل دون مبادئنا ابدا مجرد فكرة يجابيات سأكثر من سلبيات يعني عبارة عن رفع مبدأ او عبارة عن رفع مثل اعلى للعدالة ليس لنا اكو واحد اسم مهدي يجيح المشاكلنا هذا هو الذي نخاطبه في دعاء الندبة الشريف اين باب الله الذي منه يؤتى اين وجه الله الذي اليه يتوجه الاولياء اين السبب المتصل بين الارض والسماء لاحظوا الفارق الكبير بين منطق العترة الطاهرة وبين منطق هؤلاء السفهاء هؤلاء الاغبياء من اصحاب العمائم الابليسية الشيطانية من عمائم النجف وكربلاء من عمائم الحوزة الطوسية الضالة قارنوا بين هؤلاء وبين المعطيات التي تقدمت لاحظوا اهتمام الاعداء ولحظوا كيف تحدثوا وكيف يتحدثون وكيف يتحدث هؤلاء الاغبياء هذا هو الوائل الناطق الرسمي باسم الشيعة الجامعة الشيعية المتنقلة المكتبة الشيعية المتنقلة هكذا يصفه مراجع النجف وكربلاء ألا لعنة على هذه الجامعة الشيعية المتنقلة أية جامعة هذه هذا ضلال بعينه وكفر بعينه السستاني يصر على تبني منهج الوائل ويصر على تكريمه وتعظيمه رجاء اعرضوا لنا ما يتحدث به الوائل عن تكريم السستاني له وأجدد ثانية شكري للمرجعية الملهمة للإمام السستاني ولقنواته التي قامت بهذا العمل الذي قد لا أشتحقه بعضا وإلى عبد المهد الكربلاء إنه الناطق الرسمي السياسي والديني في كربلاء عن السستاني ماذا يقول عبد المهدي الكربلاء إنه يريد أن يؤلف للوائل ولمناقبه ولمناقبه وكراماته أن يؤلف له كتاب بعنوان الخصائص الوائلية أي خصائص يا عبد المهدي رجاء أعرض لنا الفيديو صاحب الذكرى حقيقة هذا رجل العظيم عميد المنبر الحسيني أقول ليس فقط من حقه علينا بل من حق المنبر الحسيني أن نخلد ذكره وأن نخلد مدرسته لذلك أمل من الأخوة ساتذتنا الكرام الأخوة عملة المنبر الحسيني أن يكون هناك مؤلف لعله قد أبالغ لا أعلم أن يكون بعنوان الخصائص الوائلية أنا لن أعلق شيئا وإنما أترك التعليق لمهدي الساعد بصوته وكلمات ثامر السراج يا شيعة من رميك تكموها يا إمام العصر هذا واقع الشيعة بغيابك ندري واقعنا يألمك أم صايبي يضيف المصابك أو ندري باجر من تجين وياهم تصفي حسابك بعد شر رجال الحوز يتحدونك مو قوة هي القوم ما يردونك بين الغري وطف كربل يصدونك يصدونك بين الغري وطف كربل أي صدونك يقلوا لك ارجع لا تجي حوزاتنا معمورة وإنت هل تقلهم منهجي هاليوم جا دوره يا شيعة يا شيعة ادعو لي بفرج صيحو يا بارينة يا شيعة يا شيعة يا شيعة اللي بن حسد فهمه يا بارينة هيم كافيت قدسوني بهبل تكفي واحد 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 احد به لما المرقب لما هدينا جعل يا شيعة يا شيعة يا شيعة اللي بن تجين وحد اللي بن تجين